أدانت مصر وبأشد العبارات قصف إسرائيل خيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب غرب قطاع غزة هو ما أصفر عن استشهاد وإصابة أكثر من مائة مواطن فلسطيني حتى الآن وتعرب وزارة الخارجية عن بالغ استنكارها لاستمرار المجازر الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة وذلك في غياب أي تحرك دولي فاعل لوضع حد لهذه المعاناة الإنسانية التي أصبحت تمثل تحديا حقيقيا لمصداقية كافة المعايير والقيم الإنسانية وخرقا لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وتعتبر وزارة الخارجية أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم بتلك الصورة وعدم الاكتراث بأرواح الأبرياء والمدنيين أصبح يشكل تهديدا للسلم والأمن والإقليمين والدوليين داعية كافة الأطراف الفاعلة دوليا للنأي عن سياسة المعايير المزدوجة والكيلي بمكيالين والاطلاع بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية لوقف تلك المأساة الإنسانية بصورة فورية هذا وتذكر وزارة الخارجية كافة الأطراف أن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بصورة عادلة واستعادة أمن واستقرار المنطقة لا ينتهي عند التوصل لوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة ولكن بالنجاح في التوصل لتسوية عادلة ودائمة لهذا الصراع والذي يشكل حل الدولتين أساسه الوحيد القائمة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية داعية لتكثيف الجهود للعمل على استعادة الأمل لدى الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة حرية